تحت رعاية سعادة الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم نظمت وزارة التربية والتعليم حفلة تكريم الطلب الفائزين والمتميزين في التصفيات المحلية لمشروع تحدي القراءة العربي في دورته السابعة وذلك بمشاركة الدكتور عبدالكريم العلماء المدير التنفيذي لمؤسسة مبادرات محمد بن راشد المكتوم العالمية الجهة المنظمة لتحدي القراءة العربي والسيد منصور محمد لجوعد نائب سفير دولة الإمارات العربية المتحدة وعدد من المسؤولين والتربويين القائمين على المبادرة اختتمت اليوم تصفيات مبادرة تحدي القراءة العربي على مستوى مملكة البحرين والتي أطلقتها مبادرات محمد بن راشد المكتوم العالمية بمشاركة أكثر من 134 ألف طالب وطالبة من 252 مدرسة في مملكة البحرين إذ أسهمت هذه التظاهر القرائية طوال السنوات الماضية في رفض صناعة ثقافة القراءة والإطلاع وحب اللغة العربية بفضل ما شاهدته من زخم محلي وإقليمي على مستوى الوطن العربي وزارة التربية والتعليم تستعد لهذه المسابقة والتصفيات بشكل مبكر في العام الدراسي واليوم ولله الحمد وصلنا إلى المرحلة النهائية للتصفيات المحلية لمسابقة تحدي القراءة العربي وطبعا هذه مسابقة تحظى بأهمية بالغة جدا في جميع مدارس مملكة البحرين سوارة الحكومية والخاصة وهناك مشاركة غفيرة جدا من جميع المدارس على مستوى الطلبة وعلى مستوى التنافس بين المؤسسات نفسها الحدي القراءة العربي يعتبر التظاهر القرائية الأكبر في العالم على مستوى اللغة العربية في البحرين تقريبا العديد من المشرفي ومشرفات شارفوا على هذا التحدي نحن جدا سعداء هناك بعض طلاب من أصحاب فئة الهمم شاركوا في هذا التحدي فهذا التحدي يعتبر الأكبر على مستوى العالم وخلال الحفل الذي أقيم في صالة وزارة التربية والتعليم تم تكريم الطلبة الفائزين بالمراكز العشر الأولى والمدرسة المتميزة والمشرف المتميز على مستوى مملكة البحرين بفضل الله الحمد لله كسبنا المدرسة المتميزة لهذه المبادرة في هذه الدورة نهدي فوزنا لزارة التربية والتعليم أولا لمدرسة فريان بنت عمران وإن شاء الله بإذن الله دائما متميزين في محافل ترتقي بمملكتنا الحبيبة مملكة البحرين بإذن الله تعور الفخر دائما يكون موجود بأنني أنجزت واستطاعت تحقيق هذا المركز رغم الصعوبات كانت تجربة مغايرة بحيث أن تحدي العديد من الطلبة أو تجربة قراءة مختلف الكتب يترك انطباعا مختلفا في النفس أن تعي العديد من الأشياء أن تدخل إلى عوالم مختلفة أن ترى العالم من نظرة الكاتب وما وجهه إلى الناس برسالته وبأوراقه وبكلماته أنا مسرورة جدا لحصولي على هذا المركز ومسرورة بشكل كبير لكوني جزءا من هؤلاء الطلاب الذين سيقودون مملكة البحرين نحو الأفضل ونحو المستقبل الزاهر شاركت في تحدي القراءة العربي حوالي ست مرات وهانذا اليوم أحصد نتيجة تعبي وجهدي المشاركة النوعية لطلبة البحرين في المنافسات القرائية والمعرفية المحلية والإقليمية والدولية تعكس الإقبال الكبير للثقافة والعلوم والأداب لدى الأجيال الصاعدة مما جعل من مسابقة تحدي القراءة العربي أحد أهم المسابقات المدرسية والطلابية التي يحرص ملايين الطلبة والمدارس في مختلف أرجاء الوطن العربي على المشاركة فيها عاما بعد عام في أكبر مشروع عربي لتشجيع القراءة بين جيل الأطفال والشباب ها قد اختتمت اليوم تصفيات مسابقة تحدي القراءة العربي لتواصل مملكة البحرين تحقيق الإنجازات المشرفة في التصفيات النهائية في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة خالد العون لمركز الأخبار تلفزيون البحرين 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 ترجمة نانسي قنقر